السلام عليكم أصدقائي تحياتي لمتابعين من كل مكان بهذا الفيديو رح نتكلم بتقارير وتطورات هامة جدا تحصل بألمانيا وأمور تحصل بالمنطقة تؤثر على الجميع أول أمور رح نتكلم به هو تقرير خطيط جدا من وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية عن وضع بوتين الحالي الرئيس الروسي الذي تم اعتباره معزول وعزلته خطيرة جدا بالوقت الحالي الموضوع الآخر هو شيء خطير حصل ليلة يوم أمس كاد أن يورط ألمانيا ويجعلها تكون طرفا بالحرب وعدوة أساسية إلى روسيا والموضوع الثالث هو الألماني يستعدون للأسوأ بخصوص انقطاع الديزل والبنزين عن السيارات بألمانيا والموضوع الرابع هو مقترح خطير جدا لمنع تجول السيارات بألمانيا بيوم معين من أيام الأسبوع قد يكون يوم الأحد من كل أسبوع ممنوع تجول السيارات به والموضوع الخامس راح نناقش إلى أي مدى الألمان والأوروبيين والمجتمع الغربي مستعد للانغماس بهذه الحرب وإلى أي مدى مستعدة روسيا للاستمرار بهذه الحرب ولا يوجد أي نية لها يعني الاستمرار من عدمه أصدقائي في تقرير خطير جدا للاستخبارات الأمريكية CIA نشرته وسائل الإعلام الألمانية ووسائل الإعلام بالعالم كله معروف عن أنه الاستخبارات الأمريكية هي أحد أو أقوى استخبارات بالعالم وكان لها توقع دقيق جدا عن موعد بداية الحرب أغلب الناس وأغلب دول العالم لم تأخذ هذا الأمر على نحمل الجد ولكن توقع كان جدا دقيق الآن الاستخبارات الأمريكية تقول أن الرئيس الروسي فلاديميا بوتين يعاني وجيشه يعاني بسبب الانتكاسات الغير متوقعة بالحملة العسكرية والتقدم البطيء جدا والخسائر الفاضحة التي يتكبدها الجيش الروسي بسبب الامدادات الغربية بالأسلحة والعتاد والأموال إلى أوكرانيا الغرب لم يدخل بالقتال ضد روسيا بشكل مباشر ولكن زود أوكرانيا تقريبا بكل شيء تحتاجه للصمود أمام روسيا وزود أوكرانيا بكل الأمور التي ممكن أن تكبد الروس خسائر كبيرة فريل هينز اللي هو رئيس الـ CIA الأمريكية قال أن تقييمنا هو أن بوتين يشعر بخيبة أمل لأن الغرب لا يظهر له الاحترام الكافي وبالتالي لا يمكنه تحمل خسارة هذه الحرب إذن حسب التقرير الآن فلاديميا بوتين غضب جدا ومنعزل بشكل كبير جدا وهذا الأمر تم اعتباره خطير كونه يعني فلاديميا بوتين الرئيس الروسي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته أورد فعله خصوصا وأن التقارير الأمريكية تشير إلى وقوع حوالي أربعة آلاف قتيل من الجيش الروسي بهذه الحرب الأخيرة والكثير من الخسائر بالمركبات العسكرية والدبابات والطيارات بفضل الأسلحة المتطورة التي زود بها الغرب أوكرانيا أصدقائي رح ننتقل للموضوع الثاني في أغرب وأخطر سيناريو للحرب بين روسيا وأوكرانيا كان يعني هذا السيناريو سيجعل ألمانيا تنغمس وتتورط بشكل معقد جدا بمواجهة الروس بعد اتحاد ألمانيا الشرقية أصدقائي بألمانيا الغربية كان لدى القوات الألمانية 28 طائرة من نوع ميك 29 روسية الصنع لاحقا جددت ألمانيا أسطولها الجوي أو أسطولها الحربي الجوي بطائرات متطورة وأصبحت الميك 29 زائدة عن الحاجة وهي يعني بنفس الوقت تصرف الكثير من الوقود لذلك قامت ألمانيا إعطاها إلى بولندا أتجارة والشريكة بسعر رمزي وبسيط جدا قدرها واحد يورو للطائرة الواحدة يعني هي كانت هدية من ألمانيا إلى بولندا الجيش الأوكراني مدرب بشكل احترافي على استخدام هذه الطائرات الميك 29 الروسية وطلب بإعطاء هذه الطائرات لمحاربة الروس لأن الطائرات الأوكرانية كلها تم تدميرها بأول لحظات الحرب من قبل روسيا طلبت أوكراني من بولندا بتزودها بهذه الطائرات ولكن بولندا طنشت عن الأمر لأنها لا تريد أن تورط نفسها وتجعل نفسها عدو للروس لا أحد يريد ذلك ولا تريد أيضا تورط الناتو معها خصوصا وأن المطارات الأوكرانية مدمرة أو مدمرة بالكامل هذا يعني أن الطائرين الأوكرانيين سيأتون إلى بولندا ويحلقون من المطارات يقصفون الروس ويرجعون إلى بولندا إلى المطارات البولندية الولايات المتحدة عندما سمعت بهذا الأمر دخلت على الخط وقدمت عرض مغري جدا للبولنديين وهو سلموا الأوكرانيين هذه الـ 28 طيارة أو جعلوهم يحلقون بهذه الطائرات من أراضيكم وسوف نعطيكم بالمقابل طائرات متطورة من نوع F-16 بالعام يا أصدقائي يعني يراوسون وجه بوجه بدون إعطاء فرق تعطون الأوكرانيين الميك 29 ونعطيكم F-16 بدون أن نأخذ منكم فرق بولندا وافقت ولكن كان لديها شرط أساسي وهو أن تطير الطائرات لقصف القوات الروسية ليس من مطارات بولندا ولكن من مكان مشترك وتم اختيار قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية على الأراضي الألمانية بولاية رايلاند فالز هذا الطلب تم دراسته بشكل جدي يعني كان يعني بأي لحظة ممكن أن تحصل موافقة ويوافقون على يعني أنه تنطلق الطائرات لقصف قوات الروسية من الأراضي الألمانية ويعني بولندا قالت نحن مستعدين لنقل هذه الطائرات لكم بشكل مجاني فقط لا تورطونا بالأمر وتجعلون الطائرات تطير من أراضينا كان هذا الاقتراح مطروح خلال الليل وكانت الأمور تصد في إتمام هذه الصفقة وإدخال ألمانيا طرف بها ولكن الرد أتى قبل ساعات قليلة من تصوري لهذا الفيديو من الجانب الأمريكي جون كابي المتحدث باسم البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية قال أن أمريكا ترفض هذا المقترح وتعتبر غير مستدام يعني من الأخير أصدقائي أمريكا ليست مستعدة لكي تكون بالواجهة لقتال القوات الروسية هي تريد حلفائها أن يقوموا بهذا الأمر وينخرطون مباشرة كون كنا نعرف أنه أمريكا دولة نووية أقوى يعني دولة عسكريا بالعالم وروسيا أيضا دولة نووية ولو حصلت مواجهة مباشرة فسوف تقضي على الأخضر واليابس إذن كل هذا حصل خلال الليل وكان يعني الأمر وشيك جدا بأنه يعني يتم إقرار هذا الأمر وهو ضرب القوات الروسية من الأراضي الألمانية ومن قاعدة أمشتاين الجوية الأمريكية أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر للأسف الشديد يعني نحمل أخبار سلبية جدا في هذا الفيديو ولكن الأمر يعني ليس بيدنا الألمانية استعدون للأسوأ في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا ومقاطعة الغرب لروسيا ومحاولة تعزلها ومنعها من استخدام الأنظمة المصرفية العالمية وعقابها حتى بمواقع التواصل الاجتماعي حيث ما يحصل الآن هو أنه الحكومة الروسية لا تستطيع حتى عمل دعايات بمواقع التواصل الاجتماعي التي يكون أغلبها مواقع أمريكية مثل يوتيوب فيسبوك جوجل انستجرام الذي يعني جوجل تحديدا أوقف كل الإعلانات بروسيا كإجراء عقابي روسيا الآن تحت الضغط ولا يزال بإمكانها استخدام ورقتها الأخيرة لمحاربة المجتمع ولمحاربة الجميع والمجتمع الغربي وهي قطع الغاز والنفط عن ألمانيا وأوروبا بشكل نهائي ألمانيا ستكون المتضرر الأكبر لأنها دولة صناعية ولأنها تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز الروسي ونسبة استخدامها للنفط الروسي هي تقريبا 33% من كل مصادر النفط الأخرى التي تأتي إلى ألمانيا وزير الاقتصاد الألماني فجر مفاجأة مخيفة وقال أن الأمر قريب جدا وغير مستبعد والأمر يعني وارد جدا أن تتوقف الإمدادات الروسية إلى ألمانيا وأوروبا وعندما يحصل هذا الأمر الوشيك لا يجب علينا أن نتفاجئ أن تخطى سعر البنزين والديزل عتبة الثلاثة يورو وقال نحن نتحدث عن ارتفاع لا يحصل لمرة واحدة وبعدها ينخفض بل سيكون ارتفاع دائمي بالسعر هذا هو ما قال الروبوت هابك عن حزب الخضر وزير الاقتصاد قال سيكون ارتفاع دائمي بالسعر والموظفين والعمال اللي يعتقدون أنه عندما يذهبون إلى العمل بالدراجة الهوائية لتوفير المال يعني يذهبون إلى العمل بالدراجة أو يتمشون كي لا يصرفوا بنزين أو ديزل فهم مخطئين سوف لن يستطيعوا توفير أي شيء لأنه بكل بساطة كل شيء سوف يكون ثمن غالي عند ارتفاع ثمن المحروقات ابتداء من الخبز إلى الفواكه والخضار واللحوم والأجهزة الكهربائية والألكترونية وكل شيء لنعرف أنه كل شيء يعتمد على النفط والبنزين والديزل والنقل والزراعة وكل شيء يعتمد على المحروقات وقال روبوت هابك وزير الاقتصاد أن روسيا الآن لم تعد تحكمها العقلانية بل تحكمها المشاعر وبإمكان الرئيس الروسي سيد فلاذمي بوتين أن يوقف النفط الروسي من التدفق إلى السوق وسيتضرر الروس نعم ستكون هناك ضرر كبير وسوف يخسرون الكثير ولكن الأوروبيين والألمان سيخسرون أكثر والدول الصناعية سوف تتحطم بهذا القرار وحذر روبوت هابك أيضا من أن هذا الإجراء الذي سيكسر شوكة روسيا سوف يسبب موجة بطالة بالملايين وأضرار اقتصادية جسيمة للجميع وأن ألمانيا ستكون أكبر المتضررين من الأمر للأسف أصدقائي بوقتنا الحالي يعني هكذا أمور تطرح بوساء الإعلام ولا نسمع أمور مثلا توفير فرص عمل أكثر أو يعني انخفاض نسبة البطالة وإلى آخره نتمنى أن تقف الحروب وتنتهي تتوقف كلها ويعني ينظر القادة والسياسيين إلى الأمر بعقلانية أكثر ننتقل للموضوع الآخر للأسف الموضوع الآخر هو خبر سيء جدا لكل من لديه سيارة في عام 1973 عندما كانت الدول العربية متوحدة قامت الدول النفطية العربية وعلى رأسها العراق كدولة نفطية أساسية وكبيرة بمعاقبة الغرب ووقف تصدير النفط العربي إلى الدول التي وقفت مع إسرائيل ودعمتها في حربها مع الفلسطينيين وفي الاحتلال والنتيجة أوقفت الدول العربية بيع النفط للغرب ولم يتمكن الغرب آنذاك من تشغيل سياراتهم ومصانعهم وحصلت أزمات كبيرة جدا جدا هذه صور من عام 1973 في الدول الأوروبية وفي ألمانيا لاحظوا خلت الشوارع من السيارات الأمر في أوروبا وفي أمريكا وفي كل الدول الصناعية التي تعتمد على النفط بالتصنيع والوقود نفذ من كل مكان فيعني من كانت سيارة ينفذ بها الوقود بالشارع كان يتم تركها إلى أشعار آخر وأصبحت الناس تمشي بالشوارع بدلا من التنقل بالسيارات ولجأ البعض إلى امتطاء الأحصنة وحتى أمريكا تضررت وانهارت بها الأسعار ونفذ منها الوقود وحصل تضخم وغلاء كبيرين بالدول الصناعية وبالدول الغربية ولم يستطع الناس الأكل والشرب بسهولة كل هذا بسبب دعمهم لإسرائيل وموقف العرب الموحد آنذاك بألمانيا كان لا يسمح للناس باستخدام سياراتهم يعني بأيام معينة حتى سيارات الشرطة والأطفاء تخرج إلى الواجب بفقط أيام محددة بالأسبوع وليس بكل أيام الأسبوع وبسبب ذلك القرار يعني بالسبعينات ارتفع سعر النفط إلى رقم جنوني كان آنذاك 11 يورو فقط عندما قام العرب بخفض إنتاج النفط بمقدار 25% فقط الآن هناك مقترح بألمانيا يعني طرحت هذا المقترح الخبيرة بمجال الطاقة والمتحدثة باسم الحزب الحاكم حزب SVD يعني حزب اللي أتى منه المستشار أولاف شولتس الخبيرة نينا شيا تقول الوضع قد يكون مماثل لما حصل بالسبعينات ويجب علينا الآن أن نقوم بدراسة مقترح مماثل وهو منع السيارات على الأقل بيوم الأحد أو يومين بالأسبوع السبت والأحد من التجول بالشوارع كي نقتصد بالوقود وهذا المقترح أصدقائي اللي تنشر وسائل الإعلام الألمانية وأنا نقلته لكم من يعني موقع فلت الأخبار الموثوق هذا المقترح قيد النقاش قد يتم وضعك خطة احترازية تطبق بوقت يعني مقاطعة الغاز والنفط الروسي أنا شخصيا لا أستبعد أن نشهد هكذا أمر خصوصا وأنه أمريكا وبريطانيا يوم أمس من تابع فيديوهاتنا يوم أمس أعلنوا مقاطعة النفط الروسي وهناك تقارير من روسيا تفيد بأنه روسيا تدرس قرار متعلق بمنع تصدير النفط إلى خارج الاتحاد الروسي حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي 2022 أصدقائي من يريد أن يبقى على الطلاع بآخر المستجدات أرجو منك أنه تفعل الجرس كونه يعني ننقل كل المستجدات المتعلقة بهذا الخصوص طبعا ما الذي يعنيه الأمر بنهاية المطاف هذا يعني أنه روسيا وحلفاءها يدرسون هكذا نوع من العقوبات ضد الغرب وهذا الأمر من شأن أن يضعنا بموقف صعب جدا لذلك يعني أصدقاء السنين الأخيرة قد وضعتنا أمام واقع وعطتنا درس يجب أن نفهمه وهو أنه كل شيء وارد بهذا العالم المجنون الذي نعيشه ولو حصلت هذه الأزمة لا سامح الله على الأقل ستدرك الدول العربية كم هي مهمة وغنية بكل شيء وكم هي خيراتها وفيرة لديهم الطاقة ولديهم النفط ولديهم التربة الخصبة والشمس ولديهم الغذاء ولديهم كل شيء وبإمكانهم صنع كل شيء وعدم الاعتماد على الآخرين بالاستيراد أصدقائي الآن ننتقل للموضوع الأخير وهو موقف الشعوب والحكومات الأوروبية وموقف روسيا إلى أي مدى بإمكانهم الاستمرار والانخراط بهذه الأزمة كي نفهم الأمر يجب أن نفهم احتمالية أنه أكثر استطلاعات الرأي الآن يعني اللي تحصل بكل الدول الغربية من ضمنها ألمانيا وأوروبا وأمريكا هناك غضب كبير جدا تجاه روسيا وأن الشعوب مستعدة حتى لمقاطعة روسيا وعدم شراء نفطها حتى لو أدى الأمر إلى آثار اقتصادية صعبة طبعا من ناحية أخرى شركة غاز بروم أعلنت أنه تدفقات النفط والغاز الآن يعني إلى أوروبا وإلى ألمانيا لا يوجد بها أي نقصان يعني روسيا تحتاج إلى أن تصدر غاز ونفط كي تمول اقتصادها وكي تمول حربها من ناحية أخرى رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أزولا فون ديرلين اللي كانت وزيرة الدفاع ألمانيا السابقة قالت اليوم أن الاتحاد الأوروبي بإمكان الاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا لاحظوا أمس أمريكا وبريطانيا استغنوا عن الطاقة الروسية والآن المقترح يجري دراسته بأوروبا وحاولت فون ديرلين تطمين الأوروبيين وقالت لدينا من الغاز الآن ما يكفينا كي نعدي هذا الشتاء والشتاء القادم سيكون علينا اتخاذ إجراءات بخصوصه وحتى هذه اللحظة وصل إلى الدول الأوروبية يعني من اللاجئين الأوكرانيين ما يفوق أعداد اللاجئين السوريين والعراقيين وكل اللاجئين من الشرق الأوسط والشمال الأفريقي منذ عام 2015 هذا الأمر بحد ذاته يعتبر ضغط يدفع يعني الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة إجراءات معينة أو إلى أخذ هذا الأمر بالحسبان بمواجهة روسيا حتى الآن تم الإعلان عن مليون 200 ألف لاجئ أوكراني دخل إلى الاتحاد الأوروبي وربما الأعداد الحقيقية قد تكون أكثر بكثير من المعلن عنه وهذا الذي أعلن عنه هو فقط بأسبوعين وفقط من سجل بدوائر اللجوء أو بدوائر التسجيل الأوروبية تعطفنا وقلوبنا ومشاعرنا مع العوائل الأوكرانية والناس الأبرياء اللي فروا من الحرب ولكن لو نظرنا للأمر من الناحية المادية فإن الأمر ستكون له تكلفة مالية كبيرة جدا ستشكل ضغط على الأوروبيين قد يدفعهم هذا الضغط لتبني سياسات أكثر قسوة مع الجانب الروسي الذي قد يكون بشكل أو بآخر جزء كبير من أزمة عام 2015 اللي غيرت أنظمة سياسية بحد ذاتها في دول الاتحاد الأوروبي وبهذا الخبر إن شاء الله نكون أعطيناكم صورة عامة ووافعة عن أهم التطورات اللي تحصل بألمانيا والعالم هذا اليوم تحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة